ينضم إلينا حول هذا الموضوع عادل البرطي وهو الصحفي من عدن أستاذ عادل أهلا وسهلا بك معنا في قناة الغد المشرق في البداية ما هي أهمية بدء العمل في هذا الطريق وكيف سيخفف عن المواطنين في تعز في ظل الحصار الحالي مساء الخير وشكرا لإستضافتكم لنا بهذا الاتصال وبداية أشكر الإمارات العربية المتحدة على المشاريع التي تقوم بها في تعز وفي عدن وفي جميع مختلف الحالة المهورية سواء عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي أو عن طريق الهبات والمكارم التي تقدمها وأشكر أيضا في نفس الوقت العميد الطارق لما يقوم به من الجهود للتخفيف عن تعز سواء في المشاريع التي يقوم بها أو في لمشتات المقاومة الوطنية أهمية الطريقة البؤدية من الجدحة أو من المخا إلى البيلين هي أهمية استراتيجية بحتة وهي تعتبر ستكون قريبا الشريان الحقيقي للتعز وذلك لما التعز بالمواد الغذائية وكسر الحصار الذي تقوم به ميليشيا الترحوثي من جهود وميليشيا الإخوان عن طريق اللواء الرابع قبولي في منطقة طور الرباحة والتي يتعرضون الناس والتقاب تعز لأبشع أنواع التطرفات الابتزاز هذا اللواء وميليشياته هنا هذه الطريق تعتبر نحن في تعز نعتبرها طريق استراتيجية كونها تتخفص من معاناة المواطن التعزي وتتخفص من الحاجة التي تتطرف بالمواطن التعزي كون المادة الغاز المواد الغذائية كل هذه المواد المسلزمات الحياتية التي تتزم الواطن في تعز كانت شبه من حديما سواء بسبب الحصار من اتجاه الحوثي أو بسبب الحصار النقاط الأمنية الخاضعة لسلطة الإخوان المسلمين أيضا نشكر ما تقوم به في فتح مطار المخاء الدولي وهو ما سيكون نافذة للعالم لتعز ولبقية الدمهورية إن شاء الله نعم عادل البرطي صحفي من عدن كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك